أهلاً وسهلاً بكم يعني الشيخ من الأمر كيف العامل نفسي في الطفل يعني إذا شفت ابنك عنده عزيمة شجعة لا تحطه بأمور يعني تأتي بها لترعبه فالشيخ كان يتكلم عن الجن والجن يأكل وليلعق وما عرفه يدك وأنا أسمع أنا أفكر كيف أرجع لبيت خلص الدرس ذهبت للمنزل وطبعاً كنت جداً مرعوب يعني حتى في الدرس كان يقول لنا أذكر الكلب الأسود والشيطان حديث هو فكنت اللي أنا أخاف من الكلاب ما أخاف من الكلاب الضالة أصبحت أخاف من كل كلب بعد ما قال الكلب الأسود شيطان حتى اللي أبيض شفته شيطان خلاص رعب تملكني وأن يعني كثير أمور ويتمثل بصورة قطة سوداء وما عرف إيه وأفع سوداء وأمشي وينت خلاص الرعب سيطر علي الآن أتكلم أنا كطفل وصلت البيت جاني أذن فجر أتوقع على ما أذكر الآن أنا بين اختبار كنت طفل إيمان ولا خوف من الجن فالله خير حافظة الجن الله خلقه وإنت تخاف من المخلوق تترك الخالق لا بسير جتني على العزيق البست وذهبت للمسجد وكان عندي مسباحة مسباح طويل كذا طبعا كان في الطريق في الطريق للمسجد كان بناء بس من جهة اليمين الشمال من جهة اليمين كلها أرض زراعية كلها أرض عباصل على ما أعرفه على فجل على خس على بقدونس كل أرض يعني كان ترابها يمين للحمرة حتى فكان على الشمال كلها بناء يا بيت يا ما يسمى محلات تجارية مفتوحة فأنا أمشي طبعا أنت بالليل قرية أنا أتكلم عن قرية وش تتوقع في القرية ما في يعني الآن اطلع في أي مدينة في الإمارات حصل الناس تمشي في فجر عادي الآن إذا مثلا العمان في المملكة الأوردنية الهاشمية فجرت حصل الناس تمشي لكن قرية بعد 12 فيليل ما في حد وأنا أتكلم عن الثمانين أو التسعين فأنا أمشي الشارع من أول يعني أنا جالس أول شارع أشوف آخر الشارع أشوف مأذنة المسجد في يوم أمشي أنا بجوار المحلات المفتوحة تعرفون المحلات المفتوحة محل تجاري مفتوح وجاهز للإيجار بس مجوف في يوم تمشي صوت أقدامك وش تصير وش تصير صدى أنا الطفل ما أعرف صدى ما صدى أمشي أسمع أقدام تتكرر حنا شو أد وش أجاه في بالي جني يمشي وراي خلاص مرتب نفسي جن والجن أنا بالدرس كيف وصلت المسجد ما أعرف يعني كنت في سرعة الأركض خلاص برمج نفسي وهذا كان آخر عهدي في هذه الفترة في مسجد حي حتى انتقلنا لحيين آخر في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر